السلام عليكم اليوم الرابع من تشرين الأول الفين وثين وعشرين عقد اجتماع مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وكان في الاستهلال تهنئة للعراقيين في اليوم الوطني الذي يصادف الثالث من تشرين الأول هذا اليوم عملت عليه هذه الحكومة في لجنة الخاصة واستضافت فيه كثير من الباحثين والمؤرخين للوصول إلى تحديد هذا اليوم وإلى صنعه قرارا في الحكومة وترحيله إلى مجلس النواب وقرأ قراءة أولى في مجلس النواب والأمل معقود على السادة في مجلس النواب السادة النواب على إقراره على قراءته قراءة ثانية وإقراره ليكون قانونا منذ 2003 حتى هذه اللحظة ليس هناك قانون لليوم الوطني العراقي الحكومة استكملت هذا الملف ورحلته منذ أزيد من سنة إلى مجلس النواب والآن إن شاء الله في الأيام المقبلة يحظى بأهمية لدى المجلس الموقر لكي يكون هناك قانون للعراقيين يقر يومهم الوطني وكان هناك أيضا حديث لسيد رئيس مجلس الوزراء عن آمال العراقيين في أن تقوم القوى السياسية بواجبها إزاءهم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة ومازلنا ننتظر هذا الحدث وإن شاء الله الكتن السياسية التي تعمل بجد وإخلاص تتوصل إلى تفاهمات ضمن أعمالها في الاجتماعات وفي التفاوضات هذا ما جاء في دباجة المجلس وكان هناك نقاش واستضافة للسيد محافظ البنك المركزي لمناقشة وضع المنظمات غير الحكومية والرقابة عليها كان هناك مقترح من البنك المركزي في أن تتولى أو يتولى ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أن يكون هناك تشكيل يراقب المنظمات غير الحكومية في مسائلها وحساباتها المالية وصوت مجلس الوزراء على هذا القرار في أن يتولى ديوان الرقابة المالية هذا الموضوع بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه خطوة متقدمة لأول مرة تحدث في هذه الحكومة حقيقة في أن يتولى تشكيل حكومي الرقابة على المنظمات غير الحكومية أيضا كان هناك مناقشة ونحن في أبواب تفتتح للطلبة في الجامعات كان هناك نقاش عن خطة القبول هذه الحكومة شكلت لجنة خاصة لمناقشة خطة القبول والتخصصات وحاجة العراق لهذه التخصصات أو تلك وخلصت اللجنة إلى توصيات اليوم عرضت هذه التوصيات على مجلس الوزراء ونوقشت وكان هناك اقتراح في أن تعرض على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تنضج أكثر وتقدم إلى مجلس الوزراء مرة أخرى ولأن القانون يفرض في أن يقوم أو أن تقوم هيئة الرأي بدراسة خطة القبول وهي التي تقدم وتقر هذه التوصيات أولا ثم ترحل إلى مجلس الوزراء كان هناك حقيقة مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستقر هذه التوصيات بعد أن يطلع عليها وتطلع عليها هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا كان هناك مناقشة لقرار يتعلق بتأجيل استفاء الرسوم القمرقية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي خضع هذا الموضوع للمناقشة كثيرا حقيقة اليوم وخلص المجلس إلى أن يوافق على تأجيل استفاء الرسوم القمرقية من استيرادات هيئة التصنيع الحربي خاصة في المواد العسكرية غير المعفات وأن تتولى لجنة وزارية في الأمن الوطني بإعداد قائمة المواد المطلوبة شمولها بهذا التأجيل وكذلك أن يتولى المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة قرارين سابقين يتعلقان بالتأجيل نفسه لكي نخلص إلى قرار واحد في هذا الموضوع أخيرا كان هناك موضوع لوزارة الخارجية يتعلق بفتح قنصلية لدولة قطر في أربيل وقد صوت مجلس الوزراء هذا اليوم على فتح هذه القنصلية في أربيل شكرا جزيلا شكرا جزيلا